اشتركوا في القناة حسب ما قاله بعض المقالات فانتظار الفيديو والبس المغاشر الجرم بحد ذاته والأقويل وعمائل كده عضوه ناهد متولي من جرم شديد حيث أصبحت السيدة في كبر سنها عقلها سخيف تدخيل بعض الأمور الصعبة التي يصعر اللسانة بها بأن السيدة المسيح كانت يضاجعها جنسيا وهذه أمور معجيبة وقالت أن النسيح نفسه لم يظهر لها في شبابها بل الذي كان يظهر لها هو شيطان كما ادعى معايز عريان وباسم صبحي ونحن في مازلنا في انتظار البس المغاشر وهل بالفعل صلاة الجناز التي أشيعت وترعرعت بين المدونات وبين الأقويل وبين الأحاديث ننتظر لن نحزن أبدا على ما خلطه الأخت لأن العقل يأتي عليه وقت ويداشمر ودي ست كبرت في السن وحست إنها باحتياج بعينها ولو بصيته في ريديو ويديها معايز عليها نشره هتلاقوا في سبين عليها نصر فغالبا رجعت نصر وقعدة في قرية كده غريبة وكل أدفها إنها تشوب أحفادها وتشوب أولادها هيسيت خلاص يعني كبرت في السن وتعبت ومرضت دي مش أقويل مسيحيين زي ما هم يقولوا يعني عشقات إن هي رجعت الإسلام لأ أطلاقا ومطلقا وبدأت تبص السن وتقول إن يسير المسيح ده جاي من زينة وجاي من الحرام يا بنت الحلال وتقول لك إن المسيح ده يسوع ليس هو عيسى بن مريم مش عارف إزاي يعني يعني بس تخلق في كلامها وطبعا مش شهمة أي حاجة تقول لك يسوع المسيح ليس هو عيسى بن مريم إزاي يعني هو يسوع المسيح ده ابن مريم ده مين ولا عيسى يسوع ده وده كمين يعني إما مش هو عيسى بن مريم ده شخص وده شخص أمور غريبة وحتى يعني الكل بيحاول يكلمها وشوفنا بس بس صبح ومع إزاريان وكل المسيح بالتجري ورس بوبة يعني بتشيع الكلام وكلك وكل حاجة بقيت يعني بجد صعبة ردا جدا يعني بس مش عارف من أصل بالجنان بتاعنا ودهي بالدنيا يعني بس يعني حاجة بريبة بزا الشكل صراحة يعني أمور عجيبة جدا جدا يعني محتاجين إن إحنا نتريس شوية من أحداث بريبة تحزن بجد يعني أمور محزنة وغريبة وصعبة الناس بتحاول تشوش بتحاول إنها بعض العمد أقوله تخلي المسيحية كأنها دين كافر وغير الشتيمة والجهانة اللي نحن بنستقبلها من كل من هل وده بسبب السورشي الميديا وبعد الفتيات اللي بتركوا الدين المسيحي ويجابوا للدين الإسلامي نتيجة الخطر ونتيجة البهدلة اللي بتحصل بيبقى اختطاء وبيبقى هروب وبيبقى لعب مشاعر البنات وحلال كتيرة جدا جدا وإحنا عارفين ومتأكدين تماما ولغم كل دوت إلا أن بعض الصفهاء يطلعوا ويغلطوا ويقل أدبهم إحنا كمسيحيين إنت عايز تبصل بيه يا سيدي إنت اتولدت بالفترة الإسلام خليك دينك ولا داعي إنك تشتم ولا تهين ولا تكلم وأنت كمسيحي اتولدت بالفترة مفيش مشكلة إنك تقرأ وتبحث وتتروى سواء مسيحي أو مستم وتشوف الدين الحقيقي فيه الناس المسيحيين وفيه المرحدين وفيه وفيه الناس فإنت بتحاربش دون دي دي إنت بتحارب الناس التي تتعبض ربنا ويه تتعبض إله وإحد يعني إيه لهذا تقوله إنك تتعم تتعم في الدين المسيحي يا سيدي ما تتكلم على فلسطين ولا تتكلم على إسرائيل اللي استولت على فلسطين روح جاهد يا سيدي ولا ما لأي حال يعني الأمور مش للدرجة دي إن أنت تتعبض تستخدم النذك وتتقلب وتتكلم على ناس شرفاء ناس بتحاول دايما إنها توصل وتعبض ربنا إله وشايف أن ده إله قوي إله حقيقي إنت ملكش ضعب هو بيعبد إله بيعبد زي مش أنت اللي حاسب فيه ربنا هو الحاسب وربنا هو اللي يتكلم وربنا هو اللي هيدين نقول اللي الديان ده أنت حتى يجي نقول للمسيح أنجل إكسر الصريب وهو اللي هيدين العالم إنت مالك يعني من هو هيدين أكثر من أبوه الله هو الديان العجل فأربوك لا داعي للمبلغة ولا داعي من الكلام ولا داعي بالتكفير لأنك تكفر كل من هو ليس بمسلم لأن كل واحد دينه غالي عليه زي ما أنت الدين الإسلامي غالي عليك هدين برضو الدين المسيح غالي على المسيحيين وإن ما مش داعي لطولة بسال الشكيمة والإهانة والغلبة وكل الكلام دوت خالص 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 إحنا في كلنا في مكة وحدة ودين واحد كلنا بنعبد الله بالحقيقة نمي بإله وحد الله والقاية ضغط الكل خالق السماء والأرض مش هكمل عشان أنت مش هتستوع لكل الكلم اللي أنا هقوله بعد كده ولا لو قعدت الكلمة من العمر كل وإن أنت مبتنع واجتسبت عقائد واجتسبت حاجات معينة واجتسبت اتولدت عليها سنين عمر زي ما أقول بإن كل واحد دينه غالي عليها ومازل في انتظار البس المباشر هل مزال هذا الكلمة هو حقيقي أم وهمي ونحنا قد ننتظار وباقي بعد الدقائق لإصارة الموضوع أو لبس جناز ناهد متولي وهل الجناز ده شيع بالكنيسة كما قيل أم شيع بالمسجد كلمة حقيقي هنشوفه هنقول لكن الأمور لازم تبقى أفضل من كده إحنا بمر بأيام صعبة وغلاء وباء وكل حاجة مش كويسة الناس تبترجع لربنا وتبتدي تشوف إيه المطلوب إن إحنا عشان نقرب من ربنا مش إن إحنا ناكل في بعض ولا نعض الضعب ولا نعمل أي حاجة ببعض كل الكلام ده مش مطلوب نهاية إحنا نحن نتزول كلاسي ملاشر 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 لنعطي ملاشر ملاشر الملاشر أبداً عن مواقع الحقيقي اني ناهد متولي عدد الفعل الإسلامي ولكن ما نقدرش نجزم كلام بدها اللي قالت اني والدتها بقت مختلة عقلية ولا ما نقدر نجزم اني ممكن تكون دي تسديطة من اب زكريا بطرس كما يعتقد اخواتنا المسلمين ولكن انا شايف ان اب زكريا بطرس باستحالة يعمل هذا الكبان ولكن هناك تقارير وكلام كتير يأكد ان السيدة ناهد متولي فعلا راحت بمختانة بالدليل ان هي كمان بدأت تجرى السكة الشمال وتضع في المسيح وتضع في المسيح وتضع في نسب المسيح وزي ان قد قالت اني يسوع المسيح ليس هو عيسى ابن المريض طب يا سبتي يوجد سوع المسيح ليس هو عيسى ابن مريض طب عيسى ابن مريض فين؟ وأيامه ايه؟ وكان بيعمل ايه؟ ورجعت لما كلمت رشيده وقالت ان الله عبارة عن الآب والروح الكدس وليس ابن فكل الكلام ده مع كتر الاسئلة من الواضح ان السيدة دي بدأ يحصل لها الشيطان غرب الدماغها خلاها فسفس زي ما بيقول يعني ما فيش جاي ان احنا نمسك زي ما بيقوله في الميا الملحة ونقعد نشرب منها في الامر عنها لان دماء الملحة أمرها ما بتروي ابدا ما تضكر ما تضكر المهم الامر ده تنتاجد بالعقل ده تنتاجد بالعقل استاذ بالعقل ازاي ان احنا نفكر ازاي نوصل ل ربنا سواء كنت بسراعب بصي نصل لي نجاهد نطلق من ربنا ان يقعد جنبنا ان يعيننا لان الله ده خالق الهم ويشرك شمسه على الابرار والاشرار الله حنين ورعوف ورعوم وعمه ما هيئذي حد الله غير مجرب الشهور قد الله قال حتى ما ليس لهم نموس لهم نموس انفسهم يعني الناس اللي ما عرفتش ربنا ربنا يا حسب عشان كده كده بقول بلاش نكون احنا الحكام على الناس ربنا ما خلقناش قضاء ولا ان احنا نقتل بحد لا بالسيف ولا بالرقاب ولا بكل الكلام ده قد الدين محبة بان الله محبة والله اوصلا قال لك احبوا بعضكم بعضا كما احببتكم انا احبوا اعلاقكم باركوا لعينيكم صلوا من اجل الذين يسعون عليكم يعني معنى كده ان ربنا بيطلب دايما ان احنا نعفو عن الغير حكا لا اسائلية بيطلب مننا ان احنا نعفو ونخفل الاخرين اذا دين المسيحي ليس هو دين سطر ولا دين قتل ولا دين اي حاجة هو دين محبة وسلام وان كانت العقاد اللي عنده مش بنسبك ولا انت شاهد ان هو كافر سيبوا ربنا ربنا يحاسبوا وهيعملوا بالطريقة اللي هو شايا لاش انت تكون الحاكم لان هو في الاخر اخوك اقول لك ازاي ايوة لاني كلنا من اب واحد وام واحد ابونا ادم وامنا حواد لازم كلنا نتريص ونبقى عقلاء ومبسوطين امور العجب العجب دايما بيقوله الوسط ان ارتسته على غيرك ان تتجسس على غيرك كل دا حاجات مش هتنطعت صدقني انا كل هدف هي ان احنا نوصل على خط مستقيم ونوصل لربنا في الاخر خط مستقيم ونوصل لربنا في الاخر طريق الحياة الله خلق لنا الحياة عشان نستمتع بها ولكن ابس الوقت قال لك الطريقه ضيق وهو ازاي ضيق هنقابل معاسي ونقابل صعاب ونقابل حروب الشيطان عشان كده حقا الربوان تلا يوم بيهربوا بيهربوا مع ان هناك الشياطين اكتر واكتر واكتر في الحروبات مش كحاجة تانية لا بيحربوا الربوان ونقابل حروبات شديدة جدا لان الناس دي بتبقى مديها حقا كلها لربنا عشان كده بتلاقي برضو بعض منهم يتحمل والبعد ما بيدرش يتحمل والله يحزبنا كلنا لكن الامر العجيب والمريب انك تنتظر على اخوك مصيبة لما تحصل له كرسة او مصيبة بتشكر ربنا بتشكر ربنا على ايه المصيبة حصلت لاخوك ولا حظم حصل لاخوك وقول لك هاي كل انا رجعت للدين الحقيقي وكلم يعمى على عين وعراسي باسم تلكا ما حدش هيزعى تصدقني وقول لك هاي تضايق لكن ما تجيش البنات اللي تخطبها وتلعب عليها وتلعب عليها وتلعب عليها وتقول لي اصدقها استحالي مش يوم وليدها كده طيرت وان رجعت تاني ان رجعت بالسطر الولد اللي عشاعرها سبها وتركها والان رجعها الاهلا اه الناس او الجماعة اللي بي كلها دهم الحصول على الدولارات من الجامعيات اللي اهل كانت السعودية ولا الكويت ولا تركيا كل ما هو اعلم يحصل وتعطلب النتبال المسبوبة يعني عندك باسة بسبوحة طبع ما ادنش المسيحية خالص ولا تكلم على اي حاجة المسيحية كان شماس واسطم وده نتيجة ضغط جواه وحصل له هسهسا ورجع قاعد ولك الدين الاستياني والدين الوسانية والدين السلوس الفاسد وغيره وغيره يقول كل الكلام زي الود اللهبل اللي عندي مشترك وعمل نفسه امريكاني ومرة يكتب بالامريكي ومرة يكتب بالقرانساوي ومرة يكتب بالالماني ومعندوش غير جملتين احمد الله على الاسلام وقاله لسترسوسي ام الوئين بيقولهم كل مرة ونشكر الله على نعمة الاسلام ونشكر الله على مش عارب ايه انني ليس من الدين السلوسي الوساني يا ابني يا ابني انت مين قالك من الدين مساعدين الوسانية يا ابني بلاش خلط وقلت ادبه ومع ذلك انا ممشور لك كلامك عشان اقولك انك اهبل واهطل نفس البؤين اللي بتقولهم كل يوم عادي انا التعليقات دي ولا غري معي قول اللي تقوله وتعيد اللي تعيده وعمل اللي تعمله بحيان يا ابن يجرب اني نشاف بحيان اترجع مزع بحيان 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 بجدة واحد حزين حزين على الرسلة فيه ميس بتفكر بالطريقة السفلة اني يضمر بلده بيقول لكم من أجل نصرة الدين بواحد يبقى متعصب ومش هين عليه يخلص الورق عشان شاك مجرد انه شاك الصريب في ايد واحد ولا مجرد انه شاكه المسيحي مع مدى الغل ومدى الكروهية والحاجة الصعبة اللي بتخلي ابن آدم يعمل كده ولا ايام كان واحد مسيحي وانا تعصب جامد قوي وقول لك يا عمد السيدة مستن مفيش لها تعمل معا ايه تخلق اللمد لسه مدنة فيه امشي برجل الجنين امشي برجل الشمال حاجات غريبة وعجيبة بأمانة ما شوفت زي كده شوف الدول الأوروبية عيشة زي ورغم انها ما بتمرس الشعائر الدينية زي ما احنا تنشب دلوقتي حالا ما بشر الشاي واحد يطلع يقول لك ايه انت بتتصوح سم ايه بتتصوح شاي مش عارب ايه حتى بق الشاي واحد يقول لك ايه شوف السنانك بتعلم ايه انت يا ابني يا ابني يا ابني دي خدقة ربنا يا ابني يعني فهمي ازاي يعمل احتراما حتى للسن ولا للعمر اللي واحد بيتكلم فيه يعني القناة دي انا طالع بنتكلم فيها بننشر فيها بنتكلم فيها مع بعض يعني ما يواجه كل حاجة الهدف المادي انت لو شوفت العائد المادي اللي بيجي بينها ده هتحتقر نفسك و هتحتقرني انا شخصيا نفيش العائد المادي اللي انت متخيله يعني كل الكلام ده هتش اماتش القنوات دي ما بيش حد بيكسب منها غير اللي هو زي المحمد رمضان زي اللي هم الجماعة الفنانين والمهرجانات و كل الكلام ده لكن غير كده يعني موضوع مش زي ما انت متخيل ان هو مربح لهواي يعني كل الكلام ده هاتش و فاكس جدا جدا لا انا حمو بيك ولا اشرب كمال ولا الناس اللي هي اللي هيققهم بيققوا 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 ما هي دي اللي يعني عالم ما عاش حتى الدبلوم حتى حمو بيكا لا بدونش هتتكلم ولا يتنيل وينعرفش يقول بيقين على بعضين بس سياد ارزائي ربنا مقسمها له ما تدرونش ان كان معه فلوس ومعه قد الفلوس امراض الدنيا والاخرى وكفاية تخلفه الجهلهم وكفاية انه لما عمل حادثة بالامن والامن شحطه ومعت احده ولا لين مركز اجتماعي ولا اي تنجان ولا اي حاجة وشوفنا بلنا لين كتيرة قوي يعني برغم انها تكسب اتمسكت في المطار ومخدرات وفيه منهم اللي اطلع بالفلوس وفيه منهم اطلع بقى حاجات تانية كتير لكن نشكر ربنا ان احنا لينا كرامة ولينا كيان كايبا هذا المصري ان لو حتى ما بقاش معه فلوس يكفي ان هو يكون فخور بنفسه وعنده ثقة نفسه دي من صنع الله يا ربنا بالدهانة ويجعل دي تكون حاجة فترة بواكل ويكون عندك ثقة نفسك وفرحة دايما بربنا وتفرح دايما انك مصري لان مصري بلد عظيمة يعني حتى الكتاب المقدس قال لك موارك شعب مصر شعب مصر شعب مصر عموما وفي الاسلام قال لك ادخلوها سالمين آمنين يعني مصر دي معروفة والساد المسيح اللي خالها ومش علي إبري اللي وهو طفله ومصر دي استعبالة المسيح اللي يبقلك عيسى مش هو يسوع المسيح ما عرفش ازاي التعبانة اللي في المغة دي اللي اعلنوا انها توفد وتشتيع الجناز ومازلنا في انتظار الجناز ولا فيه جناز ولا فيه اي حاجة وكمل الشائعات الطائلة اللي بتطلع وتقول وما تفهمش ليه ليه الحوارات دي وليه الكذب في الكلام دوت وإيه إلحق قصة مش عارف ايه وبتاع ايه امور بلد بقت طريبة الكل اللي يرحص عمال بالكذب والضحك عالناس هتكسب ليه لما تجذب عالناس ولا تلحك عليهم مش هيبقى فيه اي مصدقية ولا هيصدقوك منهم انا قادينا منتظرين اكتر من 25 دقيقة وروحنا ومستنيين وقادينا في القاعة برضو ان انا عادي اقولوا انها متولي اكيد 20% بعد مشاهدة الفيديو واسفينة او مركب عليها على مصر هي بمصر اكيد رجعت مصر لانها كل ادفها عشان يعني حسن مقيل نارجة الاسلام عشان تشوف احفادها واولادها لانها اصبحت مريضة وحصل خلل كما يقيل ايضا برضو انا واضح اتاكد واحد يقولك كافه ايه كافه انا مش فهمة يعني او كافه يعني مش فهمة ايه معنايا الملايكة اسمه ما ملايكة كافه تقصد ايه كافه يعني مش فهمة يعني ما تتكلم كلام مواضح يعني قول مقول انت عايش تقول ايه يعني بلاش الكلام اللي هو ما لهوش اي معنى ولا ليه اي رازمة ولسه نقولي الكلام ده عندك كلام ايجابي وحلو جميل قوله عندك كلام سلبي برضو واضح قوله لكن الكلام اللي هو المتنطور اللي ما لهوش اي عازة ولا ليه اي حاجة ده مش هيودي ولا يجيد احنا في مصر بلد عظيمة بلد الكل يكون فخور بيها او في بعض السلبيات زي الغلاء اللي حصل من سنتين او سنة ونصر ومش قادرين نوقفه وكل شوه انفجار سكاني انفجار سكاني عم يستغل السكان زي الصين وجابان وغيره وغيره يعني انت عندك قصار وعندك حاجات تقدر تستخدمها ساعدوا الريز بس انكم توقفوا البلاد دي على حقيقة لكن زي ما احنا عارفين ناس كتيرة اولا عايزة تشتغل اولا عايزة تبلطك وعايزة تاخد رشاوي وعايزة تكسب من الهوى يقول لك فانا بكسب يا عم اوجع قلبي ليه ادعب نفسي ليه مش عادي يتعب مش واخد على التعب واخد على الراحة والتبطدر اولادة يوم الخميس وهيفق بك تول الوقت اللي يفكر يوم الخميس هيعمل ايه وهياخد برشامة ايه الكلام اللي احنا فهمينه طبعا عزرا عالكلام اللي اقوله لكن طبعا ده نكون خاطئ جدا جدا ان احنا في وطن لازم يقوم وإلا الشبابنا وأولادنا هيديعوا بيعوا برعادي نكتفي بهذا القطر ووضح ان فيش لا بس مباشر ولا بس غامض وانا حزين على جلوسي حتى الان ومفيش اي حاجة خالص وكل اللينكات اللي جدتنا دي كلها واضح انها وهمية لكن انا يكفيني حبا واعتجازا ان انتم معايا وخصوصا العاشة الاشخاص اللي ما تركوش الدردشة خالص او الكلام خالص اقول لكم اشكركم على محبتكم وعلى استماعكم للفيديو